السلام عليكم اهلا بكم على قناة تعليم اللغة الايطالية معكم سينيور احمد هلال ان شاء الله شباب اليوم هنتناول مع بعض مجموعة من التدريبات والاختبارات اللي نازلة من وزارة التربية والتعليم خاصة بالصف الثاني السانوي لمادة اللغة الايطالية اه طبعا الكلام ده شباب تبقى لاخر تحدثات الفين اربعة وعشرين فان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض التدريبات دي وكل ما انزل التدريب باذن الله هنطلع ونحله مع بعض باذن الله تعالى طبعا شايف التدريبات دي تدريبات محترمة وهي يعني اسئلة بسيطة شاملة لجميع الافكار والقواعد اللي انتو خدتوها من سنة اولى لحد ما هنتوا واقفين لحد الوحدة الاولى في تانية سنة فباذن الله تعالى هنشرح سؤال سؤال وهنعلق ليه اختارنا الاجابة دي ولو حاجة محترى الشرح متعارة تفصيل باذن الله هنتناولها مع بعض خطو خطو مطلوب من سيادتك بس تحضر وراء وقلام وتبتدي تكتب معايا لو في حاجة في ملحوظة تبتدي تسجيلها عندك طيب بادي زي بدء يا شباب اول اختبار هو برعا مجموعة من الاسئلة القواعد كل سؤال عليه اربع اختيرات تعالوا نسمي مع بعض كده ونبتدي نرى اول سؤال بلوت زيو دي جوليا ايه مولتم انا هنا بقول عم جوليا يكون تمام مولتم معنا جدا فحضرتك هنا محتاجين صفة كلام جميل طب واحنا خدنا في اولى سنة ويا شباب ان الصفات تتبع الموصوف كلام جميل وخدنا ان الصفة عندنا نوعين من الصفات في اللغة الايطالية في صفة اسمها صفة عادية وفي صفة اسمها صفة شازة كلام جميل الصفة العادية يا شباب قلنا بتتبع الموصوف في كل حالاته طب الموصوف هنا اسم طيب واحنا قلين ان الاسم في اللغة الايطالية كم حالة؟ قلنا اربع احتمالات لمفرد مذكر لجامع مذكر لمفرد مؤنس لجامع مؤنس. كلام جميل. في في نوع من الصفات عندنا اسمه صفة عادية؟ حضرتك الصفة العادية دي بتتبع الموصوف في كل حالاته. يعني طالما الموصوف ليه اربع احتمالات يبقى هي هيبقى ليها اربع احتمالات. طب يعني ايه اربع احتمالات؟ يعني الاو اللي هي تنتهي بها الصفة العادية في القموس زي صفة بلو جميل مسلا. اي صفة عادية في القموس اخيرها او? انا باخد الاو دي وبشكلها بربع التشكيلات حسب نوع وعدد الموصوف. عايز اقول احمد يكون جميل احمد ايه بلو? احمد ايه محمد? احمد ومحمد يكون مجمال يبقى صونو بلو. هنا باوصف جامع مذكر فالاو تحولت الي. عايز اوصف فاطمة يبقى فاطمة ايه بلو. عايز اوصف فاطمة ومروة تبقى صونو بلو. معنى كده ان الصفة العادية تنتهي في القموس بالاو. وانا باخد الاو دي وبشكلها بربع تشكيلات حسب انا بوصف مين? بوصف مفرد مذكر فالصفة تفضل زي ما هي اخيرها او. بوصف جامع مذكر فالاو تتحول لايه? زي بلو وبيلي. بوصف مفرد مؤنس فالاو تتحول لآه زي بلو. بوصف جامع مؤنس فالاو تتحول لايه? زي بلو. كلام جميل. ده الصفة العادية. يبقى الصفة العادية بتبص على الموصف في كل حالاته. وبما ان الموصف اربع احتمالات فهياليها اربع حالات. اما الصفة الشازة بقى يا شباب مجموعة صفات احنا حافظينها. والصفات دي بتبص على الموصف في حالتين بس. هل هو مفرد ولا جامع? كلام جميل. طب طالما هي بتبص على الموصف في حالتين? يبقى لها نهيتين? تمام. ولو انتو فاكريين معايا ان الصفات الشازة تروح فظ. طبعا في فيديو خاص بالصفات الشازة انا لسه ننزله او بالصفات بشكل عام لسه نزل على القناة. طيب صفة شازة زي مثلا جينتيلي مهزة. حضرتك صفة جينتيلي دي عندنا في اللي طال اسمها صفة شازة. هي في القموس اسمها جينتيلي. اخرها ايه? انا باخد الايه دي وبشكلها بتنين تشكيل. لاما ايه زي ما هي? لاما ايه. طيب امتى ايه? لو كن بوصف مفرد بنوعيه. احمد ايه جينتيلي. فاطمة ايه جينتيلي. يبقى ايه? اي موصف مفرد. مش فارق معايا مذكر او مؤنس. طيب تنتهي بالايه? لما كن بوصف جمح. احمد ايه محمد صونو جينتيلي. فاطمة ايه مروة صونو جينتيلي. كلام جميل. يبقى كده الشباب مسلا مسلا. عندنا الموصوف هو اللي هو الاسم. والصفات عندنا في الايطالي فيه نوعين. في صفة. في صفة هتبص على كل احتمالاته اللي هم اربعة. ما احنا قلنا الموصوف ده ليه اربعة احتمالات. مفرد مذكر. جامع مذكر. مفرد مؤنس. جامع مؤنس. في صفة بقى هيبص على الموصوف ده في اللي اربعة احتمالة بتوع. يبقى ليه اربعة نهايات دي اللي اسمها الصفة العادية. بشيل اخر حرف في الصفة العادية اللي هو ال او. وبشكله باربع تشكيلات. او واي 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 واي. وفي الصفة الناحية التانية اسمها صفة شزة بتبص على الموصوف في العدد فقط يعني ليها الموصوف ده مفرد ولا جمع عشان كده الصفة الشزة ليها نهيتين بس يا شباب لا اما ايه لا اما ايه اللي مش فاهم لسه قصة الصفات يبتدي يتصرر على درس او الفيديو الخاص بالصفات هيبتدي يفهم ان شاء الله طب انا عندي جملة زي دي لودزيو دي جوليا ايه مولته عم جوليا يكون جدا عاي الصفة قبل ما تختار الصفة بص فين هو الموصوف طبعا الموصوف عندي لودزيو عم مش جوليا احنا قلنا اللي قبل اديه مش اللي بعد اديه طب لودزيو ده نوعه وعدده ايه الموصوف ده نوعه وعدده ايه هلاقي ان الموصوف ده مفرد مذكر طيب لو انا عايز اجيب صفة مع عم ده او خالي عايز اجيب صفة عادية هيبقى خيرها اوه طب لو عايز ادي له صفة شزة طبعا هيبقى خيرها ايه بس كده طبعا الصفات الشازة احنا حافزينهم في الجدول بتاع الايه? الصفات الشازة. طب تعالوا بص تحت. طبعاً صفة شازة. اخيرها ايه? تصف مفرق بنوعيه. يبقى زاكي او زاكي. الاتنين ده يبقى بالشكل ده. تصف اي موصف مفرق. طبعاً تمشي. طب اللي بعدها طبعاً دي صفة شازة. اخيرها ايه? تصف جامع مذكر ما تمشيش. صفة عادية اخيرها ايه? تصف جامع مذكر ما تمشيش سيمباتيكو آسف سيمباتيكا طبعا سيمباتيكا صفة عادية آخرها آه تصف مفرد مؤنس طبعا ما تمشيش مين الوحيد اللي يمشي هنا يا شباب انتديجينت الاولى يبقى انا عشان اختار صفة صح اعمل لنا بقول لك عليه اول حاجة حدد نوع وعدد الموصوف هل هو مفرد مذكر ولا جامعة مذكر مفرد مؤنس ولا جامعة مؤنس بعد كده بص على الصفات لو صفة عادية يبقى ليها اربع نهايات كل حالة في الموصوف لها نهاية طب لو صفة شزة من لنا حافظهم هيبقى ليها نهايتين بس يا شباب تنتهي بالايه لما كن بوصف اي مفرد مذكر او مؤنس تنتهي بالايه بكون بوصف اي موصوف جامع سواء مذكر او مؤنس طب نخش على سؤال الثاني عايز اقول المهاردة المحاضرة هتخلص الساعة اتنين طبعا اوجي اليوم يبقى زمن زمن مضارع ولا لتسيوني المحاضرة طبعا احنا متفقين يا شباب ان اي فاعل يبقى الفاعل هنا لا لتسيوني الفاعل هنا اسمه مفرد هيساوي لوي اولاي يبقى اي فاعل هيجي مع المحاضرة عشان المحاضرة اسمه مفرد هيتصرف التصريف التالت في زمن المضارع هنا هتبقى مين يا شباب هتبقى في نيشي الهي الاولى طبعا ده تصريف فاعل ينهي التصريف التالي يبقى انا لما اختار فاعل يا شباب لازم احدد حاجتين مين هو الفاعل وإيه هو الزمن أو مين هو الزمن وإيه هو الفاعل هنا الزمن أجي مضارع والفاعل لالتسيوني يعني بيسوي لاي هي يعني الفعل هتصرف التصريف الثالث في المضارع هيبقى في نشا نجمنا رقم ثلاث كارلوفا دوتوري كونجوليان أنا بقول كارلو يذهب حلو وبعد النقط في اسم شخص في لقب في مهنة يبقى أنا عايز مين عايز حرف الجر اللي بيديني بمعنى عنده طب إيه هو حرف الجر اللي بيجي بمعنى عنده مع الأشخاص ما عنده نشال أضاع كلام جميل وقلنا حرف الجر ده يا شباب بيأتي بسيط مع البسيط ومركب مع المركب بيجي بسيط مع اللي ما بيخدش أداء التعريف زي اسماء الأشخاص والضمار الشخصية أنا رايح عندك فادو ده تيه رايح عنده علي فادو ده علي لكن رايح عنده الطبيب يبقى فادو ضل الطورة طب عنده الطورة ده مهنة ده ياخد ألف ولام يبقى الضاه هتدمج مع الألف ولام هتبقى ضل رايح عند الجد يبقى ضننه زي الفل يبقى أنا هنا عايز حرف الجر اللي بيجي بمعنى عنده مع الأشخاص ما عنده نشال أضاع ويبقى الصحي مين يا شباب هتبقى ضل الأخيرة راجاتي كيكوزا فاطئ السابط حلو بقولهم يا شباب اللي انتم هتعملوا يوم السابط قالك انسيامي سويا هنا عايز تحويل للفعل من السؤال للإجابة كلام جميل أولا فاعل السؤال مين في السؤال فاعل السؤال مين أنتم الفعل حتى هنا فاطئ ده فعل فار يفعل متصرف التصريف الخامس يبقى تحت أنتم في السؤال تنزل إيه في الإجابة تنزل نحن يبقى هنخرج مع بعض لازم يا شباب نفكر ونحل بمنطقية السؤال الجيء تاني كارلو فوالي تشيدي كويستو تشيدي أنا هنا بقول كارلو يريد هذا السيدي هذه الاستوام حلو طيب هنا بقى كارلو ده فاعل وجبت بعديه فعل خادم لو فعل فوليري منصرف مع كارلو تصريف التالي كارلو اسمه مفرط صرفت الفعل مع التصريف التالي وإحنا متفقين أي فعل مصرف اللي بعديه في الشكل المصدري يبقى هنا يا شباب هنجيب الفعل اللي بعديه في الشكل المصدري هيبقى أسكولتاري يبقى بقول يريد سماع هذا السيدي تاني 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 لما يكون عندنا فعلين في اللغة الإيطالية جايين وربعة الأولاني هيتصرف عادي جدا تبقى للفاعل واللي بعديه لازم يجي في الشكل المصدري يعني في الشكل المصدري يعني هيكون أخرة قاري أو قاري أو قاري سد دماني ميو بادري بارتي روما دي يرحل روما حلو هنا ما احتاج من سيادتك حرف جر يبقى انا عندي احتمالين يا شباب لا اما يرحل الى لا اما يرحل من لا اما هقول هيسافر الى مدينة روما لا اما هيسافر من مدينة روما كلام جميل طب لو انا عايز اقول هيسافر الى طبعا مع فعل بارتيري ما عندناش لحرف جر واحد اسمه البير كلام جميل طب هقول هيسافر من ما عندش اللضاء كلام جميل يبقى انا عندي احتمالين هنا شباب لقى اما بير لقى اما دا واللي اتنين صح طبعا مش هينفع يجبلك الاتنين في الاجابات لان اللي اتنين يبقوا صح يبقى صح هنا مين تبقى بير التانية طبعا نفس القصة في فيديو خاص بحروف الجر ممكن حضرتك ترجع سبعة طالب من سادتك فاعل طيب الزمن اللي اربع اجابات كلهم في المضارع يبقى الزمن زمن مضارع الفاعل مين قلنا اللي قبل الدي مش اللي بعد الدي لكلاسي الفاعل طب لكلاسي اسمه مفرد يبقى الفعل يتصرف معلوي اولاي تصريف ثالث يبقى فا تبقى فا الاولى تبقى لكلاسي دي ماريا فا ونابيلا فيست سؤال الرقم 8 هنا يا شباب انا بسأل مين بسأل دانيالة انتي اسمه مفرد وراه فاصلة يعني بسوي انتي يبقى بصرف الفعل التصريف الثاني طب ما اي فعل يتصرف التصريف الثاني في المضارع هيكون اخره ايه تبقى طبعا ستودي التاني طيب حلو هنا طالب من ساتك ايه طالب من ساتك فعلي نفس القصة لا هنقاسب ده هنا طالب مني ادات تنكير نعمل ايه بقى شباب طالب مني ادات تعريف ادات تنكير لازم اشد خط تحت الاسم طب الاسم هنا مفرد ايه طبعا ده مفرد مذكر كلام جميل واحنا لسه يلينا يا شباب ان اي اسم مفرد مذكر هياخد اداتين تنكير لاما اون لاما اون هياخد اون لو كان مفرد مذكر يبدأ بساكن او يبدأ بمتحرك هياخد اون لو مفرد مذكر يبدأ باس ساكنة او تزيط هنا طبعا اسطوتشو معناها مقلمة ده مفرد مذكر يبدأ بمتحرك فهغويب اون الاولى طيب نسو خشي على سؤال الرقم عشرة الفاعل مين يا شباب الفاعل تو استيفانيا طيب تو زايد اسم بتسوي مين بتسوي فوي انتم يبقى الفعل هتصارف التصريف الخامس هتبقى افاتي خشي على 11 كلام جميل او زي الفل طالب منك هنا ادات تنكي ادات تعريف نفس الموضوع شد خط تحت الاسم وشوف نوعه وعدده انسينيانتي اللي سيادتك شايفها دي دي تمشي جامع مذكر وجامع مؤنس معناها مدرسين او مدرسات كلام جميل وزي الفل طيب يعني معنى كده الاسم ده لو هو مدرسين هاخد ليه طب هو لو مدرسات هاخد ليه يبقى الاتنين صح بس درس الاسماء لو انت كنت شفته معايا قالك ان في هناك بعض الاسماء تشير في المفرد الى مذكر ومؤنس زي انسينيانتي مدرس او مدرس جوفاني شاب او شاب كانتانتي مغني او مغني نيبوتي حفيد او حفيد كل ده يمشي مذكر ومؤنس طب انا عايز احدد يا شباب لاما يكون في الجملة اسم لاما اداة تعريف لاما صفة طب الجملة دي ها امشي معايا كده فيه ايطالياني طب ما ايطالياني دي جامع مؤنس وفي برافة جامع مؤنس يبقى انسينيانتي هناك جامع مؤنس معناها مدرسات طب لو ايطالياني السفة دي كان اخرها ايه يبقى تاصيب جامع مذكر وبرافة لو اخرها ايه بقيت برافة يبقى تاصيب جامع مذكر يبقى هنجيب اللي يبقى الانسينيانتي في الجملة ديها شباب معناها مدرسات مش مدرسين فهتبقى طبعا مين هتبقى ليه التالت النيجوتسيو داي تشلولاري محلة التليفونات المحمولة ايه يكون سيكوندو بيانو عايز اقول في الدور الثاني طبعا اللي بيجي مع بيانو هو حرف الجراء او بيأتي بشكل مركب يبقى قل سيكوندو بيانو يا شباب اللي هي ال ا زي ال ال الكاني دي كيارا ا اوكي فاردي عايز اقول الكلب بتاع كيارا اللي دايه عيون خضرة طب هنا اوكي ده الاسم اللي عايز قبلي ادى التعريف اشد خط تحته واشوف نوعه وعدده طبعا اوكي ده جامع مذكر يبدأ بمتحرك فمع عنديش هلمين مع عنديش الا ليه شباب التالت طبعا اللي تأتي امام جامع اسم جامع مذكر يبدأ باس ساكنة او زيتا او يبدأ بمتحرك يعني اللي دي جامع ال 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 بصطرف جامع ال 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 بصطرف 14 رجاتسي فاصلة دوفا قالك سيامو اكاز الفاعل في السؤال مين يا شباب رجاتسي فاصلة اسم جامع ورا فاصلة يعني فوي انتم يعني اي فعل هنا يتطرف مع انتم تصريف الخامس وهنا فعل اسر هيبقى سياتة يبقى شباب اين تكونوا سيامو اكازة نحن نقوم في المنزق طبعا انتم في السؤال تنزل في الاجابة نحن مولتو جنتي اميلانو اين فاكانسا يبقى مولتا جنتي اميلانو اين فاكانسا الفاعل هنا مين جنتي طبعا كلمة جنتي دي معناها ناس كلمة شزا مفرد مؤنس هي معناها ناس اه بس زي اسم جامع كده لكن ده مفرد مؤنس كلام جميل يبقى الفاعل مفرد يا شباب يبقى الفعل لا يتصرف معلوي اوليه يبقى نفس القصة هيتصرف التصريف التالت يبقى لابقى صرف الفعل تبقى للفاعل واحنا قيلين الفاعل لو جالك اسم عاقل او غير عاقل لازم تحوله كان اسم مفرد يبقى لوي اوليه تصريف تالت كان اسم جامع يبقى الورو تصريف سادس يبقى هنا هتبقى ضاء الاولى طبعا شوية السئلة صراحة محترمة جدا 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 اللي حطوهم بيعني كل سؤال يحمل فكرة محترمة على القواعد مع بعض نشوف السياق ماشي ازاي وهو تكلم عن ايه طبعا هنا جاوب على الايميل التالي من خلال كتابتك لجملة كامل طيب والدي شغال خارج المدينة ماذا يعمل والدك جاب لك ايميل يتضمن على سؤاليه طب حضرتك لما تيجي تجاوب على الايميل مبدئين كده شباب التحية اللي فوق دي هتنزل زي ما هي والاسم اللي فوق اللي هي اللي هي بالنسبة لنا المرسل بالنسبة لنا المرسل اليه هتبقى عن هي اللي هترد فهتنزل تحت والاسم اللي تحت اللي هي كيارة اللي هي المفروض بعت الايميل ده هتبقى المرسل اليه في الاجابة هتبقى هتطلع فوق يبقى حضرتك التحية بتنزل زي ما هي والاسم اللي فوق بينزل تحت والاسم اللي تحت بيطلع فوق كلام جميل طيب اول جملة افتتاحية اللي انا كتبتها في باية الايميل دي دي ملهاش ردة يا شباب دي جملة بتعرف سيادتك احنا بنتكلم على ايه بالظبط كلام جميل نخش بقى على الاجابات اللي انا هعملها هعمل اجابات للسؤالين اللي قدام سيادتك دول اول سؤال كيلة روفاتو ماذا يعمل والد يبقى انا هقول له ايه هقول له مثلا يبقى والد يكون مدرس يبقى كده جاوبت على اول سؤال السؤال الثاني كيف يذهب الى العمل يبقى هنا بيسألني على وسيلة مواصلات هقول له ايه هو بيذهب الى العمل بالايه بالكتار كلام جميل يبقى كده عملت اجابات كاملة اجابة كاملة يعني ايه يعني لازم اجيب فعل يا شباب متصرف وزود على الفعل معنى اداة الاسفان السؤال الاولاني قال لي بيشتغل ايه قلت له مدرس السؤال الثاني قال لي كيف يذهب قلت له انترانو بواسطة الكتار بعد كده قال لك اكتب مقال من 25 من 25 وزندوا مستخدما العناصر المعطاة اول حاجة قال لك صديقك الجديد دي كلاس بتاع الفصل ايه مهزب جدا اتكلم على المدرسة تحتك او المدرسة وي لالاتسوناليطا الجنسي طيب تعالوا مع بعض الشباب شوية جمل بسيطة خالص وطبعا لازم تعمل جملة بقى انت لازم تصرف فعل وتصرفه صح تبقى للفاعل انا بقى متكلم على جاب تيما بسيطة خالص ايه او او ناميكو ايطاليانو انا عندي صديق ايطالي هنا الفعل قفر يملك لوي سيكياما باولو هو اسمه باولو لوي ايه ايطاليانو هو يكون ايطالي لوي ااكوينديتشاني هو عنده خمستاشر سنة لوي ايه جنتيلي ايه سيمباتيكو هو يكون مهزب ويه زريف كل يوم انا وباولو بنازل سوين الى المدرسة كده احنا عملنا التيمة اه يا رب اكون افدتكم كده احنا حلينا اه امتحان كالنازل من الوزارة بازن الله يا رب اكون افدتكم اي استفسار اي سؤال انا معكم على القناة واي سؤال يا شباب عايزين تت يعني درس مش فاهمينه ممكن ترجع للقناة انا بفضل الله شرح كل اللي ايه الدروس دي انا شرح عندي على القناة وان شاء الله تباعا هننزل اي تدريب اي اختبارات هنحلها مع بعض على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته